السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم اليوم فيديو عن بعض عملية السباكة او فكرة سريعة عن المسبوكات والمعالجة الحرارية المسبوكات او المسبوكات لكي نفهم شيء عن الاجزاء المسبوكة دي كيف تمت وكيف يتم المحافظة عليها وكيف تخرج سليمة بعض الاشياء المهمة في هذا الفيديو. فاركزوا شوية. ربنا يسلنا لكم كل امر عسيلا. الجزء لما بين صهر ويبدأ يتجمد او من يبدأ يتجمد يتكون عملية التجمد في صورة شجرة دندرايت. ودندرايت دي كلمة لاتيني بمعنى شجرة. فيبدأ التجمد في الشكل الشجرة دوت. واتفرع من كل الاتجاهات حتى يكتمل عملية التجمد نهائي. هكذا الشكل اللي قدامنا ده. ده شكل الدندرايت. من كل اتجاهات حتى تكتمل عملية التجمد. ما يسمى دندرايت. وطبعا المسبوك ده لو كان في لس زناقي بتبقى عملية مشاكله كتيرة. بيبقى فيه كراكين. بيحصل تفاعنا بينه بين القلب اللي بيصب فيه. وده نقطة مش كويسة. فمهمة جدا ان احنا نضيف بعض رغمينا. مستكمل ما بدعناه. عملية التجمد. ترتب زرات الفلز المتجمد ترتب نفسها بنظام دقيق للغاية في أشكال بلورية خاصة ترتيب الزرات يتم على مسافات محددة ويظهر الترتيب النهائي مترامي بجانب بعضه وعلى طبقات متعددة طبعا احنا عندنا أنواع الخلايا الناتجة من التجمد تترتب كثيرة تترتب زرات الحديد الاصطنايتي والنحاس والألمونيوم نفسها في شكل مكعب مركز الوجه أو مكعب مركز السطح في السنتر دي كيوبي والحديد الفيزيائي والحديد الفرريتي والحديد الفرريتي والكروم يكون ترتيبه على شكل مكعب مركز الجسم بودي سنتر دي كيوبي محتوى على زره من على زره في مركزه أما الماغنيسيوم والزينك فيكون ترتيبه على شكل حزمة مسدسة متراصة وهذا ليختلف أي ترتيب للذرات يعطي خواصا معينة لكل مجموعة تجعلها متميزة عن غيرها سبحان الله هذا التباين في الخواص يبدو واضحا في طبيعة الفلزات وسلوكها ولكنها لن نستكمل هذا في وقت آخر الذي سنستكمل ذلك فيما بعد عن الشكل البلوري خواص الفلزات النقية تتميز الفلزات بخواصها خواص معينة تجعلها صالحة لاستخدامها خاصة في التوصيل الكهربي Electrical Conductivity أو تجعل النحاس النقي والألمونيوم مناسبا لعمل السلاك الكهربائية وقبان التوصيل وغيرها من حوامل التيار الكهرباء الفلزات النقية لها أيضا قدرة عالية على التوصيل الحراري Thermal Conductivity لذلك استخدام النحاس النقي في صناعة أجزاء الأفران العالية Plast Fairness Tiring Turing استخدام النحاس النقي في صناعة بعض أجزاء الأفران العالية التي تبرد بالماء الخواص الأخرى لفلزات شبه النقية تعتبر متشابهة مثل ارتفاع نقطة الإنصهار melting point المطلية الكبيرة انخفضت قوة الشد انخفضت الخضوع yield point كما أن بعض مقامة التأكل corrosion resistance تكون جيدة في بعض الأحيان في عملية السباكة يمثل الارتفاع الكبير في درجة حرارة الفلز النقي صعوبة في صب المسبوكات لما ترتب على ارتفاع درجة حرارة المسبوك من تفاعلات كثيرة شديدة بين سطح الآلب والفلز وظهور بعض الشروخ كراكين كما أن طريقة تجمدها تحول دون امكانية الحصول على مسبوكات سليمة نتيجة صعوبة التغذية الفلزات النقية تنصاهر وتتجمد عند درجة حرارة ثابتة فتكون الفلزات في حالة سيولة إذا كانت في درجة حرارة أعلى من تلك الدرجة أو العكس فتكون متجمدة لذا إذا انخفضت درجة حرارتها عن نفس الدرجة يعني ثابتة درجة حرارة من صهار أو التجمد وإذا وضعت ازدواج حقاري أو سير مقابل في باتقة بها فلز منصهر نقي إذا وضع ازدواج حراري في المقابل زي ما قلنا في باتقة بها فلز منصهر نقي وترك الفلز لتجمد ببطء فإن منحنى تجمده سيكون كما رأينا في الشكل وأن الفلز يبرد بسرعة حتى يصل إلى درجة الحرارة عند نقطة تجمد تظل درجة الحرارة ثابتة يعني أن أنه يظل محتفظاً بنفس درجة الحرارة بينما يفقد حرارة انصهاره بعد أن يتم تجمد الفلز زي ما احنا شايفين قدامنا كده في الشكل تماماً تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض يعني ثابت من بدوة أول نقطة إلى آخر النقطة في الأفق ده ثابت درجة الحرارة البداية الحرارة يسمى الحرارة الكمينة عندما يبرد الفلز النقي سريعاً فإن معدل تكون البلورات من نقطة التجمد قد يحدث له إعاقة أحياناً في مثل هذه الحالة فإنما نحنة التبريد يأخذ الشكل اللي احنا شايفونه قدامنا ده فعند اللي هو يمين عند درجة حرارة معينة تحت نقطة التجمد تبدأ النويات فجأة في التكون مرة أخرى حيث أن حرارة الانصهار المتصاعدة تؤدي إلى رفع درجة الحرارة إلى نقطة التجمد في حالة الاتزان إكليبريام مثل هذا التبريد اللي في الازات المنصاهرة تحت درجة حرارة التجمد الطبيعية يطلق عليه فرط التبريد Under cooling أو تحت التجمد Super cooling فرط التبريد فيمكن أن يحدث أيضا في السبائك التجارية ولو وله تأثير مباشر على التركيب المتالورجي لهذه السبائك فمثلا حجم وشكل وتوزيع الجرافيت في الظهر الرمادي يؤدي أو يعزي مباشرة إلى تأثير فرط التبريد خواص خواص السبائك خواص السبائك طبعا السبائك غير العناصر النقية تفضل في الازات النقية في حالات خاصة ولكن تضاف عادة عناصر السبائك اللوي إليمنتس اللويينج إليمنتس للحصول على خواص جديدة محسنة السبائك الناتجة تكون عموما أكثر متانة من الفلزات النقية فمثلا ترتفع قوة الشد للحديد النقي إلى أكثر من سبعة أمثالها عند إضافة بعض عناصر السبائك والمعالجة الحرارية عناصر السبائك تضاف أيضا لتحسين مختلف الخواص مثل المتانة عند درجة حرارة عالية قابلة التشغيل قابلية التشغيل ومقاومة التأكل وغيرها تتحسن بإضافة العناصر السبائكية للعنصر النقية قد تضاف عناصر التسابك إلى الفلزات لتحسين خواص السبائك الناتجة هذه السبائك تكون مختلفة في خواصها عن الفلز الأساسي مثل انخفاض مثلا درجة الانصهار وتغير طريقة التجمد سلودوفيكيشن وسيناقش هذا الموضوع بعد ذلك فيما هو بقيت يمكن القول باختصار أن إضافة عناصر التسابك تجعل سبائك الفلز أكثر سهولة قارن مثلا لو قارننا بين الفلز أو الصلب المخفض الكربون والحديد الظهر في عملية السباكة ستلاقي اختلاف كبير أو أوي ففي حالة الصلب المخفض الكربون تكون درجة انصهره عالية مما يؤدي إلى تفاعل مادة الآلب إنه مرصب فيها معه مع الحديد المخفض الكربون كما أن تجمده يكون كتجمد الفلز النقي عند درجة واحدة مما يخلق صعوبة التغذية السليمة ويظهر فيه قابلية التمزق على الساخن اللي هو الهوت تيرينج وصعوبة سيابيته داخل تجويف الآلب ما يملأش كل الفراغات داخل الآلب على العكس من ذلك فإن إضافة كربون وسلكون إلى الحديد ده إلي حوله إلى ظهر بنسبة مثلا من 3 إلى 4% يؤدي لتكوين حديد الظهر الذي يختلف في تجمده كما يتنخفض درجة نقطة التجمد بعدة مئات من الدرجات عن طبعا الصلب المخفض الكربون كما أن المشاكل النتيجة من تفاعل سطح الآلب والفلز والتمزق الحراري والكلام الحوالي اللي هو ده وصعوبة التغذية كل ده هذه المواصفات الغير مروفة بتقل جامد في الحديد الظهر إلى درجة كبيرة وعموما فيمكن القول أن الحديد الظهر الرمادي يعتبر من السبائك سهلة السبك بينما الصلب يمثل نوعا من السبائك صعبة التسبك صعبة السباكة كاستنج غالبا ما تنخفض نقطة انصهار الفلز النقي بإضافة عناصر التسبك دايما يعني أو غالبا أو معظم الأوقات بتقل لدرجة انصهار لما بضيف بعض العناصر إلى الحلز النقي بالإضافة إلى ذلك فإن التجمد لا يتم عند درجة حرارة واحدة زي ما بيحصل في النقي ولكن يتم في مدى أو في رنج معين من درجة الحرارة على عكس الفلز النقي طبعا الذي ينصهر وتجمد عند درجة حرارة واحدة لكل سبيكة توجد درجة حرارة معينة درجة حرارة التجمد أو درجة حرارة السيولة فالشكل اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو عبارة عن خليط ما بين مادتين ولما ييجي نقطة التجمد وبينة هنا على الشكل اللي قدامنا دا الخط اللي تحت والخط اللي فوق نقطة انصهاره والمسافة بينهم بين خط السيولة وخط التجمد دا بيبقى خليط ما بين المادة الصلبة ومادة السائلة ولما جا جمد ما بيجمدش مرة واحدة بياخد فترة زي النقطة الشكل اللي عندنا دا في الناحية اليمين على الشاشة دا يبقى يل تجمد السبيكة شكلها ازاي بياخد رنج معين في درجات من درجات الحرارة هكذا وتتجمد السبيكة اذا خفض درجة حرارتها في هذه من هذه الدرجة اللي هي درجة خط التجمد دا تحت تتجمد السبيكة بسهولة فوق خط السيولة كل السبيكة سائلة بينهما خليط زي ما قلنا وهذه السبيكة في هذه الحالة اللي هي الخليط ما بين خط التجمد وخط السيولة قوة ضعيف التماسك يكون قوام هذه السبيكة ضعيف التماسك هذه السبيكة فوقود الاجزاء المتجمدة مع اجزاء سائلة اللي لا يعطيها القوة التي السبيكة المتجمدة كلية نظر اللي حاضرة في هذه الحالة قوام خاوي مش يطلق على جزء السبيكة التي تقع بين درجة حرارة السيولة ودرجة حرارة التجمد ومنطقة خاوية ولهذه السبيكة في عملية التجمد السباك التي بها عناصر سباكية لها محانة بريد مختلف كما قلنا وكما رأينا والمرة القادمة ان شاء الله سنتكلم عن سباك المحالين المتجمدة او المتسلدة او السلود سليوشن اللوي ويا رب يكون الفيديو استفدتوا منه وعجبكم وتكون محاضرة شيقة في العناصر التي تم سباكتها حتى تكون عملية مفيدة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر